كيف انعكست مخرجات القمة الأولى وما الذي سينعكس بعد هذه القمة القمة الثانية في ظل تحديات سياسية واقتصادية وأمنية أنا أعتقد أن نلمس نتائج سريعة من هذه القمة لا أجد ذلك موضوعيا حقيقة ولكن سيرورة انعقاد هذه القمة وتكرارها يؤدي إلى التأكيد على الهدف الذي قلته قبل قليل ولكن مجرد أن نؤكد على استعادة العراق لمكانته وأمنه واستقراره ورفض التدخلات في هذا هدف يجب أن تعمل القمة على تحقيقه لأنه بدون تحقيقه هذا أمر حقيقة لن يؤدي إلى نتائج أنا لا أتوقع أن تترجم القوة أعمالا على أرض الواقع ونتائج خلال فترة قريبة ولكني أؤمل على هذا التعاون الدولي الذي على الأقل يجمع الفرقاء المختلفين واللي يتصارعوا على أرض العراق ويقتسموا العراق أن يجدوا مخرجا من هذا التدخل بواسطة التدخلات الدولية إذن أنا برأيي التأكيد على انعقاد القمة لأكثر من مرة والتأكيد على عقدها مستقبلا هو أمر حيوي جدا وهذا سيقود بالنهاية إلى نتائج على الأقل ثنائية ما بين الدول وأنا أؤكد هنا على أنه حينما تتدخل دولة كبيرة مثل فرنسا في الإقليم وتريد أن يكون لها مكانة بالتالي هي تريد أن تكون لها مصالح اقتصادية في هذا الإقليم وبالتالي يمكن أن تكون شريكا اقتصاديا وبالتالي تضمن الأمن في العراق من حيث أنها قوة مهمة وفاعلة على المستوى الدولي والعالمي